بشكل مزيري وصادم للنجفيين تظهر هذه الصور حقيقة بعض المطاعم في محافظتهم مشاهد لا تتحملها النفس لكنها باتت واقعا أثار الخوف والهلع من حجم التلوث الذي يتغلغل في مطاعم النجف ومطابخها مسببا أمراضا خطيرة ضرر الأخير الذي حصل نتيجة المطاعم الغير صحية ساهمت بزيادة الأمراض وخصوصا الأمراض السلطانية بعض الأطباء أكدوا بأن الأمراض السلطانية كانت سببها هي وجود مطاعم غير صحية هناك تخوف لدى المواطنين الآن أصبح نتيجة وجود بعض المطاعم الغير مجازة والغير رسمية التي أثبتت فشلها خلال هذه السنوات والتي تم كشفها من خلال صحفين والإعلامين ما بين الإغلاق التعام وفرض الغرامات المالية قسم الصحة العامة في النجف كشف عن ضبط أكثر من ثلاثين مطعما مخالفا للشروط الصحية في غضون أيام قليلة مؤكدا عزمه شن حملات رقابية وسعى في عموم المحافظة خلال زيارات وجدنا هناك عدد من المخالفات التي تستدعي اتخاذ إجراءات سريعة حيث قمنا بإغلاق 16 من هذه المطاعم وكذلك تم فرض عقوبات على 16 من المطاعم الأخرى وضع خطة رئيسية بزيارة كافة المطاعم للمتابعة كافة الشروط الصحية لازم هذا المطاعم تطبق الشروط الصحية الله نسمح لها بالعمل ويدعو النجفيون إلى اتخاذ موقف حازم تجاه المتلاعبين بصحتهم وسلامتهم فهذه الصور التي تغني عن الكلام هي غيظ من فيض وما خفية كان أعظم لواقع بعض المطاعم التي تجني أموالا طائلة وفق قولهم وعلى الرغم من ضبط عشرات المطاعم غير الخاضعة للشروط الصحية يبقى التخوف ينتبو النجفيين من تلوث المطاعم عامة في محافظتهم في وقت يدعون فيه إلى تجديد الإجراءات الرقابية الميدانية من النجف محمد رزاق التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر